تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 562 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات 913 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 136 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 697 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 70 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 926 قضية من بينها 234 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات